اشتركوا في القناة التي ظهرت سابقاً أو التي ظهرت الآن والتي لا تعترف إلا بالجانب الروحي أو الجانب الفلسفي للإسلام هذه المذاهب أو الاتجاهات الفكرية بعيدة كل البعد عن الإسلام الأصلي ظهور الإسلام اللاسياسي كان السبب متاعه شيئاً السبب الأول أن هناك مذاهب إسلامية أرهقت بالصراعات والحروب وخسرت معارك كبيرة فأرادت أن تتخلى عن السياسة لكي تنعم بالأمن والأمان والراحة مثل مثلاً الفاطميين والذين بثقت منها عدة مذاهب لا تؤمن بالسياسة كلياً أما النوع الثاني هي محاولات فاشلة من طرف بعض الشيوخ لخلق إسلام معتدل إسلام لا يؤمن بالسياسة مثل مثلاً الأحمدية أو أشخاص عندهم درجة من الوعي والثقافة أرادوا أن يقدموا بديل للأمة الإسلامية أكثر تحضراً وأكثر إنسانية مثل مالك بن نبي الجزائري أو محمد عبد الجابري أو محمد شحرور وغيرهم من الشخصيات أو المفكرين المعاصرين الذين أرادوا أن يحددوا الإسلام في إطار العقيدة والفلسفة فقط بعيد على كل مجال سياسي ولكن مع الأسف لم ينجحوا لا سابقاً ولا الآن ولا يمكن أن ينجحوا في المستقبل لأن الإسلام وضع خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها وأي طرف سوى كان فرد أو مجموعة أرادت أن تتجاوز هذه الخطوط الحمراء تعتبر خارجة على الإسلام وتعتبر كافرة صحيح أن أتباع هؤلاء طبقة مثقفة وواعية إلا أن ليس لهم أي وزن في العالم الإسلامي لهذا عندما نتكلم عن الإسلام والمسلمين لا يجب أن نأخذ هؤلاء بعين الأعتبار لأنهم كما قلت نسبتهم هي أقل من 10% وهم حالة خاصة وليس لهم أي تأثير بينما الذين يهمون هنا هم الأغلبية أو ما يسمى بالإسلام الرسمي هوني نطرح سؤال لماذا الإسلام اللاسياسي رغم أنه متطور ومسالم لم يجد رواج داخل العالم الإسلامي وعند المسلمين أنا حسب رأيي سببين السبب الأول أن أغلب المسلمين مع الأسف ميخدموش مخاخهم وميفكروش ويتبعوا في علماء تقليديين مسيطرين على مخاخهم سيطرة كاملة ويسمعوا كل كلمة يقولوها ويصدقوهم هذه الحاجة الأولى أما السبب الثاني أن تأويلات هؤلاء وتفسيراتهم للقرآن بعيدة كل البعد عن النص القرآني ومخالف كليا للتاريخ الإسلامي من جهة وللواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم لهذا تعتبر هذه المجموعة أقلية وتعتبر مجموعة مثالية منغلقة على نفسها لا تجد أي رواج لهذا عندما نتكلم عن الإسلام يجب أن نتكلم على الأكثرية وعلى العام ولا نكترث بالخاص والشاذ إذن عندما نتكلم عن الإسلام والمسلمين نقصد التسعين في المياه هادوما اللي يتسمى الإسلام الرسمي أو الإسلام الأرتوديكسي إذن بعد معرفنا أن الإسلام في الأصل هو سياسي وأن الإسلام السياسي هو الأكثرية نسألوا سؤال واضح هل هناك إسلام معتدل؟ هذا هو موضوعنا في هذه الفيديو قبل أن نجاوبوا على هذا السؤال لازمنا نسألوا سؤال آخر إسلام معتدل بالنسبة للشكون هل بالنسبة الإسلام أكثر تطرف؟ إن كان السؤال هذا نعم هناك إسلام معتدل وهناك إسلام متطرف إذن عندما نقارن الإسلام ببعضه نجد إسلام جدا متطرف وإسلام آخر أقل تطرف إلى أن نجد إسلام نوعا ما وسط ثم إسلام معتدل ثم إسلام أكثر احتدال يعني من فوق التحت ولكن كل ذلك في إطار الخط الأحمر الذي رسمه الإسلام وأي واحد يخرج على الخط الأحمر هذا يعتبر كافر ومرتد عن الإسلام إذن الإجابة على السؤال هل هناك إسلام معتدل؟ الإجابة نعم ولا نعم لو قارنناه بإسلام أكثر تطرف ولا لو قارنناه بالمبادئ الإنسانية فالاعتدال الإسلامي بعيد كل البعد على كل ما هو مبادئ إنسانية أو المبادئ الحضارية إذن هنا نسأل زوزة سهلة السؤال الأول ما هي الخطوط الحمراء الذي رسمها الإسلام السياسي أو ما نسميها الإسلام الرسمي الأرتو دوكسي والسؤال الثاني ما هو الفرق بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف؟ أما الإجابة على السؤال الأول ما هي الخطوط الحمراء الذي وضعها الإسلام هي أن لا يجوز الاجتهاد فيما فيه نص واضح في القرآن وفيما هو متفق عليه من أصول دين وحدود وغيرها من القواعد الأساسية للإسلام أما ما هو مستحدث أو ما هو مختلف فيه يمكن الاجتهاد فيه وعطاء الرأي وضع هذه الخطوط الحمراء بالنسبة للشيعة والسنة كانت تقريبا في نفس الوقت تقريبا في القرن الرابع للهجري السنة غلقوا باب الاجتهاد وحدوا أربعة مشتهدين لا يمكن الخروج عليهم هما مالك أبو حنيفة أحمد بن حنبل والشافعي واعتبروا أي خروج على هؤلاء الأربعة هو كفر إلا فيما هو مستحدث أو مختلف فيه بالطبع ونفس الشيء بالنسبة للشيعة بعد غيبة الإمام المهدي متاحهم الإمام الثاني عشر الغيبة الكبرى سمحوا بالاجتهاد في الأمور المستحثة والحاجات اللي هي لم يزم فيها الأيمة متاحهم الاثنى عشر إذن الإسلام السني والشيعي منذ قرابة ألف سنة وضع الخطوط الحمراء التي لا تسمح له بالتطور وحكم على نفسه بالإعدام صحيح أن الإسلام استطاع البقاء ألف سنة بعد ما وضع الخطوط الحمراء ولم يتفطن للجهل والتخلف الذي كان يعيش فيه عموم المسلمين إلا بعد ما تم غزو العالم الإسلامي من طرف الغرب ودخول نابوليون بونابارت المصر وأخيرا سقوط الإمبراطورية العثمانية كنتيجة طبيعية لتخلف الإسلام والمسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية كان من المفروض المسلمين يفهموا اللي سبب سقوط الخلافة الإسلامية هو تخلف الإسلام اللي هو غير قابل للتطور واللي خلاهم متخلفين لكن مع الأسف المسلمين ما فكروا شكاكة وقالوا اللي سبب سقوط الخلافة الإسلامية ليس تخلف الإسلام وإنما ابتعادهم عن المبادى الأساسية للإسلام ومن هنا نجيب على السؤال الثاني الذي هو ما الفرق بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطر؟ ما هو الفرق بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطر؟ لكي نجيب على هذا السؤال يجب العودة إلى التاريخ لفهم ذلك نحن نعلم أن محمد منذ أن أعلن دعوته استعمل طيلة حياته أسلوبين مختلفين الأسلوب الأول الذي يطلق عليه المرحلة المكية الذي هو أسلوب يمكن أن نسميه معتدل ومتفتح وقابل للنقاش والحوار ومسالم وغير مستعمل للعنف وقابل للتعددية أما الأسلوب الثاني الذي هو أسلوب المدينة الذي هو أسلوب مغاير كليا وأسلوب متطرف منغلق غير قابل للنقاش والحوار ومحارب ومستعمل لكل أنواع العنف المفرط الذي انتهى بفتح مكة من هنا نفهم أن الأسلوب المعتدل والأسلوب المتطرف يستمد وجوده من عمق الإسلام وقد مارس محمد الأسلوبين واعتبر محمد أن الأسلوب المعتدل ما هو إلا مرحلة متقدمة تسبق الأسلوب المتطرف إذن من هنا نفهموا شنو الفرق من بين الأسلوب المتطرف والأسلوب المعتدل الأسلوب المعتدل يستعمل عندما يكون المسلمون ضعفاء أمام هدف أكبر وأسمى كما حالت المسلمين في مكة قبل الهجرة أما الأسلوب المتطرف يستعمل عندما يكون المسلمون أقوياء كما هو الحال في المدينة بعض المسلمين مولى وقويين استعملوا الأسليب المتطرفة حتى فتحوا مكة هذا هو الفرق من بين الزوس وهنا نصلنا لكي نطرح سؤال أخير لكي نفهم الوضع بالقدام ما هي علاقة التاريخ الإسلامي بحاضر الحركات الإسلامية اليوم؟ في الحقيقة العلاقة جدا قوية لأن المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية لم يتهموا الإسلام بل اتهموا أنفسهم لأنهم يعتبرون أن الإسلام من عند الله وهو معصوم ولا يمكن أن يكون فيها الخطأ وإنما الخطأ فيهم هما اللي ابتعدوا على الإسلام الحقيقي والصحيح إذن هوني فكروا وقالوا لازمنا نرجعوا ونعملوا كمعمل محمد على حسب الحديث الأول الذي يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فتوب للغرباء وعلى حسب الحديث الثاني الذي يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها إذن هنا نفهم أن العودة للتاريخ أمر جدا مهم لفهم الحاضر لأن المسلم مع الأسف منذ 1400 سنة لم يستطيع أن يتحرر ويتخلص من الماضي وما زال يعيش على أمجاد هذا الماضي أنا أعتبر أن حال المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية هو نفس حال المسلمين بعد موت محمد كيفاش؟ سوف أوضح ذلك عندما مات محمد انقسم المسلمين إلى قسمين القسم الأول اللي هما تابعين علي وشيعته اللي أنا نسميهم العاهرات هذوما يرون أن أسلوب الحيلة والتدرج والخبض السياسي والمؤامرة يجب أن يتواصل بعد موت محمد من خلال 12 إمام حتى يسيطرون على العالم عبر مراحل وبأساليب جدا خبيثة كما كان يفعل محمد في مكة في الظاهر يظهر السلم والآمان والحرية وفي الباطن يحذر للانقلاب على السلطة وتغيير الأوضاع إذن هنا نفهم أن العودة للتاريخ أمر جدا مهم لفهم الحاضر لأن المسلم مع الأسف منذ 1400 سنة لم يستطيع أن يتحرر ويتخلص من الماضي وما زال يعيش على أمجاد هذا الماضي أنا أعتبر أن حال المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية هو نفس حال المسلمين بعد موت محمد كيفاش سوف أوضح ذلك عندما مات محمد انقسم المسلمين لقسمين القسم الأول اللي هما تابعين علي وشيعته اللي أنا نسميهم العاهرات هدوما يرون أن أسلوب الحيلة والتدرش والخبض السياسي والمؤامرة يجب أن يتواصل بعد موت محمد من خلال 12 إمام حتى يسيطرون على العالم عبر مراحل وبأساليب جدا خبيثة كما كان يفعل محمد في مكة في الظاهر يظهر السلم والآمان والحرية وفي الباطن يحذر للانقلاب على السلطة وتغيير الأوضاع إذن هؤلاء الشيعة أنصار علي يعتبرون فتح مكة ما هو إلا انتصار صغير من أجل التحذير للسيطرة على العالم كله بالتدريش فهم كانوا ضد الغزو بالسيد للحضارات الأخرى وكانوا يريدوا يقويوا رواحهم في الجزيرة العربية قبل كل شيء وينشروا أفكارهم بالتدريش وعبل مراحل بشيقواوا بالجداة قبل ما يحتلوا العالم كله هؤلاء الشيعة قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية بدأوا يحذرون للخبث متاحهم والحيال متاحهم والمؤامرات متاحهم من أجل قيام خلافة إسلامية جديدة بعد سقوط الخلافة العثمانية ولكن هذه المرة سوف تكون خلافة شيعية وهذا سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة أما السنة أنصار عمر الذي أطلق عليهم الصعاليك بعد موت محمد استولوا على الخلافة بالقوة وتعرف القصة في السقيفة واعتبروا أن أسلوب التقية والحيلة والخداعة السياسية التي كانت تستعمل قبل لم تعد صالحة بعد فتح مكة وأصبحوا هم الأعلون ويجب عليهم ينطلقوا من مكة لفتح العالم بقوة السيف هؤلاء يعتبرون الإسلام قد أصبح كاملا بعد نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينة وتحقق هذا الكمال بعد موت محمد إذن هما يراه أنهم يواصلوا على سيرة محمد في الفتوحات اللي بداها من المدينة وفتح بها مكة وهما لزنهم يكونوا على سنته ويقتدون به ويواصلوا المسيرة متاعه هؤلاء السنة هم الذين مسكوا الخلافة مدة قرابة 1400 سنة عندما سقطت الخلافة الإسلامية العثمانية أصيبوا بصدمة كبيرة فحدث نوع من الفراغ في جميع العالم الإسلامي على كل حال نظن الفكرة واضحة وسوف نواصل في الفيديو القادم بش نحكيه كيفاش تأسست هذه الحركات الإسلامية وما هي اتجاهاتها وشكرا ومع السلامة اشتركوا في القناة